اعطاء المال من شخص لآخر يكون على عدة حالات وصور هي الصدقة وهي العطية من غني إلى ثقير على وجه التقرب إلى الله تعالى الهدية وهي اعطاء يقصد به المحبة والتودد وتكون من الأعلى للأدنى والعكس الهبة ويقصد بها النفع المحض وتكون غالبا من الأعلى للأدنى كهبة الأبي لابنه العارية وهي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده بعينه كمن استعار قلما أو كتابا ثم رده إلى صاحبه وهي صورة من التبرع بالمنفعة العطية وهي إعطاء المال في مرض الموت المخوف والرشوة وهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له أو ليتهرب به من حق عليه كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل أو يرشي مسؤولا ليقدمه على غيره أو يعطيه ما لا يستحقه أو يرشي مسؤولاً